موسيقى السلام عليكم ورحمة الله إذن هذا الفيديو هو تتمي للفيديو السابق الخاص بتصحيح الفرد الأول للدورة الثانية في مادة الريادية الخاص بالمستوى الرابع إذن نكمل إذن كما تلاحظون هذا الجدول لدينا في الخانة الأولى العدد العشاري رقم عشره رقم عشراته رقم أجزاء المئة رقم أجزاء الألف ورقم وحداته بالنسبة للعدد العشاري الأول سنحاول أن نتممه انطلاقا من هذه الأرقام المذكورة في الجدول نذكر في البداية بالعدد العشاري ومما يتكون بالنسبة للعدد العشاري نجد الرقم الذي يأتي قبل الفاصلة أي على يسر الفاصلة يسمى رقم الوحدات ثم بعده يأتي رقم العشرات بعده رقم المئات رقم الألف إلى آخره أما على يمين الفاصلة يعني هنا الرقم الأول يسمى أو يمثل الأعشار الرقم الثاني يمثل أجزاء المئة والرقم الموالي يمثل أجزاء الألف إذن نبدأ بأول رقم إذن لدينا رقم أعشاره هو السفر إذن سندهب إلى مكان الأعشار إذن قلنا الأعشار تأتي بعد الفاصلة مباشرة إذن رقم الأعشار هنا سفر سنكتبه السفر رقم عشراته خمسة إذن لدينا على يسار الفاصلة لدينا تسعة في الوحدات هنا العشرات إذن العشرات خمسة سنكتبه خمسة رقم أجزاء المئة غير مذكورة إذن سنكتبها انطلاقا من هذا العدد إذن السفر هي الأعشار بعده قلنا أجزاء المئة إذن رقم أجزاء المئة هنا هو سبعة رقم أجزاء الألف أربعة أجزاء الألف تأتي بعد أجزاء المئة إذن هنا سنكتب أربعة ورقم وحداته تسعة إذن كتبت سابقا تسعة نمر إلى العدد الموالي إذن لدينا رقم أعشار سنبحث عن رقم أعشار إذن قلنا الفاصلة رقم الأعشر هنا هو السفر رقم عشراته إذن وحدات عشرات رقم العشرات هو السبعة رقم أجزاء المئة تمانية إذن سنكتب إذن لدينا هنا الأعشار ثم رقم أجزاء المئة تمانية هنا سنكتبه تمانية رقم أجزاء الألف غير مكتوبة إذن لدينا أعشر أجزاء المئة أجزاء الألف إذن سنكتبه تسعة رقم الوحدات هو أربعة إذن الوحدة تأتي قبل الفاصلة إذن سنكتبه هنا أربعة إذن العدد هو 74.089 نمر إلى التمرير الخامس قارن الأعداد العشرية التالية بوضع الرمز المناسب إذن لدينا العددين التاليين 312.90 و 312.090 إذن بعض التلاميذ يخطئون في هذه المقارنة للوهل الأولى يبدو لهم وكأن العددين متساويا وهذا خطأ إذن لكي نقارن هذين العددين سنقارن في البداية جزئيهما الصحيحين يعني هذا العدد أو هذا الجزء مع هذا الجزء إذن لدينا 312 تساوي 312 إذن مدام أنهما متساويا سننتقل إلى الأعشار لدينا في الأعشار هنا 9 وهنا لدينا 0 إذن لدينا 0 أصغر من 9 إذن سيكون العدد الأول أصغر من العدد الثاني نفس الشيء سنقارن العددين التاليين 5.09 مع 5.08 بنفس الطريقة نقارن الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح 5 متساوية مع 5 ننتقل إلى الأعشار 0 مع 0 متساويا 9 مع 8 إذن 9 أكبر من 8 سنكتب الرمز أكبر من تمرير الرقم 6 أضع الفاصلة في الأعداد العشرية التالية ليمثل الرقم 6 في البداية الأعشار إذن سنضع الفاصلة في هذا العدد يعني في مكانها الصحيح بحيث أن الرقم 6 يجب أن يمثل الأعشار إذن قلنا الأعشار هو العدد الذي يأتي على يمين الفاصلة مباشرة إذن 6 أعشار إذن سنكتب قبله الفاصلة إذن العدد هو 541.6198 6 في هذه الحالة سيمثل العشرات إذن 6 العشرات وحدات هنا الفاصلة لأن الفاصلة تفصل بين الوحدات والأعشار 6 سيمثل أجزاء المئة إذن 6 أجزاء المئة إذن أجزاء المئة قبله الأعشار وقبل الأعشار هناك الفاصلة إذن سنكتب الفاصلة بين الخمسة والسبعة 6 سيمثل الوحدات إذن لدينا 6 يمثل وحدات بعده أو على يمين الوحدات نكتب الفاصلة إذن الفاصلة ستكتب بين الـ 6 والـ 8 ستة سيمتل الآن المئات إذن ستة مئات عشرات وحدات هنا سنضع الفاصلة الفاصلة دائما تفصل بين الأعشار والوحدات ستة ستمتل أجزاء الألف إذن أجزاء الألف قبله أجزاء المئة الأعشار قبل الأعشار نجد الفاصلة إذن الفاصلة بين الوحدات وبين الأعشار إذن نمر إلى آخر تمرين في هذا الفرد تمرين رقم 7 أحسب محيطة ومساحة كل شكل من الأشكال التالية إذن قبل أن نحسب المحيط والمساحة نذكر بقاعدة حساب محيط المربع وقاعدة حساب محيط المستطيل بالنسبة لمحيط المربع إذن محيط المربع يساوي الضلع مضروب في 4 إذن المربع لكي نحسب محيطه نضرب الضلع في 4 أما المستطيل نضرب الطول أو نجمع الطولة طولة مع العرض ونضربهما في 2 بالنسبة للمساحة مساحة المربع هي الضلع مضروب في الضلع أما مساحة المستطيل فهي الطول مضروب في العرض إذن نتميم محيط المربع لاحظوا معي هنا المربع طوله ضلعه هو 3 إذن محيطه هو 3 مضروبة في 4 إذن 3 في 4 تساوي 12 هنا لدينا الوحدة هي السنتيمتر إذن 12 سنتيمتر بالنسبة لمحيط المستطيل أنجزة من قبل الآن ننتقل إلى المساحة مساحة المربع قلنا هي الضلع مضروب في الضلع كذلك أنجزة سابقا ننجز الآن أو نحسب مساحة المستطيل إذن المساحة المستطيل قلنا هي الطول مضروب في العرض إذن هنا الطول لدينا هو 5 سنتيمتر والعرض هو 2 سنتيمتر إذن سنضرب 5 في 2 إذن 5 مضروبة في 2 تساوي 10 هنا لدينا الوحدة هي السنتيمتر سنضرب السنتيمتر في السنتيمتر إذن سنكتب سنتيمتر مربع نكون بهذا قد أتممنا الفرد الأول في مدة الريادية أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم وانتظروني مع مقاطع أخرى وتصحيح فرود أخرى بإذن الله والسلام عليكم